حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حتى الخمسينيات من القرن العشرين لم يكن مصطلح ثينك تانك قد تبلور بالمفهوم الحديث في الأوساط الأكاديمية والبحثية حول العالم ولكن بعد التغيير الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية ظهر المصطلح الذي يعبر عن أهمية وجود مراكز متخصصة تحاول أن تربط بين المعطيات الاقتصادية والسياسية والتاريخية ضمن رؤية استراتيجية أوسع في العالم العربي أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء هذا النوع من مراكز الأبحاث ولكن تفتقد الثينك تانكس العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية الهامة التي غيرت مسار التاريخ لذلك فعندما قام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإصدار كتاب الملف الأفغاني لسمو الأمير تركي الفيصل كان هذا الأمر حادثا شديد الأهمية بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و2001 اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة من البعد الآخر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أهلا بك معنا سمو الأمير أهلا وسهلا أخت منتهى وأنا شاكر على هذا اللقاء شكرا جزيلا لوجودك معنا سمو الأمير دعني أبدأ معك بما وصفته حضرتك الفشل الغربي في أفغانستان الذي يؤشر على تحولات كبرى في موازين القوى العالمية هل بالضرورة هذا سيخلق واقع جيوستراتيجي جديد؟ بدون شك والسوابق في الأحداث التاريخية تدل على ذلك أقربها طبعا كان الفشل السوفيتي في غزوه لأفغانستان قبل عشرين سنة وانسحابه من هناك أدى ذلك إلى تغيرات كبيرة ليس فقط في الاتحاد السوفيتي وتداعيه ثم انتهاء وجوده وإنما أيضا في الدول المجاولة له لأنه رافق ذلك الغزو في نفس السنة قيام الثورة الإيرانية وغيرها من الأحداث التي حصلت في بقاع وسط آسيا وغيرها من بقاع العالم ولا شك أنه الانسحاب الأخير للولايات المتحدة سيترك أصداء ربما تكون إن لم تكن في مستوى الأهمية مثل ما حصل في انسحاب الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين ولكن لا شك أنها ستكون مؤثرة ليس فقط على منطقة أفغانستان ومجاوريها ولكن أيضا أعتقد على مناطق العالم الأخرى وعلينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحصل بس بتتصور سموك أنه ممكن هذا أن يؤدي إلى تحولات ملموسة تحولات حقيقية في موازين القوى العالمية والله أنا ما أقدر أحكمها الحين طبعا لأنه زي ما ذكرت يعني لا بد أن ننتظر قليلا من الوقت على قل يعني الأحداث ما تمت إلا من حوالي شهرين الانسحاب الأمريكي فلنرى الأعوام القادمة لتتبلور هذه التغيرات التي ستحدث أدى كان هذا الانسحاب والذي أطلقت عليه سموك شبه الفشل أيضا في العراق كم ممكن يكون له دور في الارتباك الأمني الموجود في المنطقة بشكل عام وكم يمكن أن يكون له دور في زيادة هذا الاضطراب أنا أعتقد أنه حيزيد في هذا الاضطراب لا ننسى أنه يعني انسحاب الولايات المتحدة من منطقتنا بدأ من عهد الرئيس أوباما في ذلك الحين عندما قرر أن تتجه الولايات المتحدة للاهتمام بالشرق على ما ذكره وكان يقصد بذلك الصين وتوالى ذلك في أيام الرئيس ترامب الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيسحب كافة القوات الأمريكية من كافة أنحاء العالم وقالها بكل صراحة في حملة الانتخابية ثم أثناء رئاسته وأتى الرئيس بايدن طبعا وأعلن أنه سيتبع هذه السياسة بتفضيل ما هو في مصلحة الولايات المتحدة وأنه سيكون اتجاهه لإصلاح الولايات المتحدة والاهتمام بصفة خاصة بعلاقة الولايات المتحدة بالصين هذا طبعا بيترك منطقتنا ومناطق أخرى من العالم أيضا في عدم معرفة أين سيكون موقع الولايات المتحدة التي كانت هي ركيزة إن كان صح التعبير لبعض الترتيبات الجيوستراتيجية ليس فقط في منطقتنا ولكن أيضا في مناطق أخرى من العالم هذا بضطرنا نبحث عن بدائل ولا نشوف مقاربات جديدة للتعاطي مع الوضع الأمريكي الجديد أو مع السياسة الأمريكية الخارجية الجديدة أنا لست من الذين يتطلعون أو يعتقدون أنه سيكون هناك بدائل إذا نظرنا حوالينا يعني من هم البدائل يعني الصين مشغولة بنفسها وقدراتها العسكرية محدودة في اهتماماتها المجاورة لها بخصوص جزيرة تايوان وما تريد أن تمدده من نفوذ في منطقة المحيط الهادي ومجاورتها حيث محر الصين روسيا لها مشاكلها الداخلية وتجاربها في التمدد الخارجي في جوارها أكثر شيء يعني في جورجيا وفي الأوكرين بالرغم من أنها تواجدت الآن في سوريا وأصبحت لاعب رئيسي في سوريا ولكن ليست في نظري بذات الموازاة مع الولايات المتحدة وإمكانياتها العسكرية فأتصور أنه خاصة بما يخص المملكة العربية السعودية دوائرها المهتمة بها طبعا بدأ بدائرة الخليج العربي في مجلس التعاون الخليجي ثم في الجامعة العربية ثم في منظمة التعاون الإسلامي هذه هي الدوائر التي تؤثر على المملكة والمملكة تؤثر فيها فأعتقد سيكون هذا تركيز المملكة على هذه الثلاث دوائر أكثر من إيجاد بديل أو استبدال ولاية المتحدة بدولة أو دول أخرى طيب في مقاربة جديدة ومقاربة أخرى مختلفة ربما تكون وهو الالتفات لموضوع الأمن الإقليمي العربي أولا عن طريق تعزيز العمل العربي المشترك ثم النظر في إمكانية أن يكون هناك نوع من التواصل التوازن بالقوى الإقليمية الكبيرة المملكة العربية السعودية إيران تركيا من أجل حماية هذه المنطقة هل هذا أمر يمكن تطبيقه وإلا أنه صعب بسبب هذه الطموح الإيرانية والتركية أحيانا أيضا في المنطقة والله الصعوبة تأتي منهم هما يعني إذا كان ذكرت لك ملف المآخذ على سلوك إيران يعني ملف كبير جدا يعني بدءا من حرق السفارة السعودية والقنصلية السعودية في طهران وفي مشهد إلى تدخلات إيران في اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وغيرها من أيضا القصف المجمع أبقيق في المملكة من سنتين هذا كلها يعني ملف كبير جدا لا بد أن يصف قبل أن يكون هناك تعامل وتعاون مع إيران وكما سمعت من سمو وزير الخارجية لدينا أن المحادثات التي تمت مع إيران في أربع أوقات جولات كانت لا تزال استطلاعية استطلاعية وهذا التعبير الاستطلاعية يعني مهم بالنسبة لي معناها أنهم لا زالوا يعني ليسوا واثقين من أنها ستتطور أكثر من ذلك أما بالنسبة لتركيا فطبعا مثل ما تفضلتي يعني الطموحات التركية هي التي ربما كانت يعني تعكر صفاء الأجواء ليس فقط بين المملكة وتركيا ولكن بين الدول العربية أخرى أو تركيا مثل مازور مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ونشاطها في ليبيا طبعا فهذه يعني راجع لتركيا أن تصلح أو تصحح مسارها قبل أن يكون هناك تواصل معاها على مستوى أمن إقليمي الأمن في النظام العربي بعيدا عن القوى الإقليمية ما فينا سمو الأمير أن نتحدث عنه دون أن نذكر في 11 سنة تقريبا وكأنها سقطت من العمل العربي المشترك اللي هي منذ بداية ما أطلق عليه الربيع العربي حتى الآن التوترات باستمرار ما بين الدول العربية البينية حول ملفات لها علاقة بشؤون داخلية لدول أخرى لأن تأثيراتها على الجميع هل نستطيع الآن أن نتحدث عن عمل عربي ربما مشترك أم أنه علينا أن ننتظر نتائج أو ما سيحصد من نتائج ما أطلق عليه الربيع العربي أو الثورات العربية أو الحراك الشارع العربي أنا قبل شهر تقريبا في لقاء في الشارقة في دولة الإمارات العربية في كلمة أهلية هناك دعيت إلى أن يكون هناك تعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في إيجاد تصور لأين سننطلق مع بعض لخدمة المصلحة العربية بصفة عامة والإنسانية بصفة عامة فهذا أعتقد أمر مطلوب من دول مجلس التعاون بعلاقتها ووجودها الجذري والمهم في جامعة الدول العربية أن أيضا تشترك مع باقي أعضاء الجامعة العربية في إيجاد هذا التصور الذي يخدم مصالحنا لأننا في حاجة إلى ذلك اليوم أكثر من أي يوم مضى فعلى الجامعة العربية ومجلس التعاون أن يقوموا بهذا الدور ليرسموا خارط الطريق لنا لنسير بها وإن شاء الله نصل إلى مرامينا فيها طيب سمو الأمير يعني أيضا ذكرت حضرتك في لقاءات سابقة أو في أحاديث سابقة أن التحولات اللي عم بتصير في العالم فيها نوع من الضبابية فيما يخص الأبعاد الاستراتيجية فيما يحدث وإحنا في العالم العربي لا يمكن لنا أن ننعزل عن هذه الضبابية والتحولات العالمية أليس من المفترض أن يكون هناك خطة ما تشمل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالذات مع تصاعد قوى إرهابية مع عمليات استخطاب كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عم تصير بالعالم العربي طبعا زي ما ذكرت لك في إجابتي لسؤالك السابق أن مجلس التعاون والجامعة العربية مطلوب منهم أن يضعوا هذه الخطة ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية فهي دول تاريخها كانت دائما تعمل ليس انفراديا وإنما دائما تحاول أن يكون من ضمن مجموعة من الدول إن لم يكن من كل الدول خاصة الدول العربية والدول الصديقة وعلى سبيل المثال مثلا مواجهتنا للانقلاب الذي قام به الحوثيين في اليمن فالمملكة لم تتعامل مع هذا الأمر بمفردها وإنما اجتمعت مع دول عربية أخرى ومع دول غير عربية أيضا وواجهت هذا التحدي لشرعية الحكومة اليمنية الصديقة والجارة في أمور أخرى في أمن البحر الأحمر المملكة سعت مع مصر لتكوين مجمع لضمان أمن وسلامة البحر الأحمر وخليج عدن لأن البحر الأحمر وخليج عدن معبر مهم جدا ليس فقط بالنسبة لنا إحنا في العالم العربي ولكن للعالم كله أعتقد على ما فهمت من بعض الإحصائيات أن ربما ثلث تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر فلك أن تتخيلي ما يعني ذلك بالنسبة للعالم فهذه كان دائما ديدا المملكة أنها تكون تكون جماعات صديقة ومتعالفة ومتعاونة لمواجهة هذا الأمر بالنسبة للإرهاب المملكة سعت لإيجاد التعاون الإسلامي في سبيل مواجهة هذا الخطر الذي يهددنا كلنا وليس فقط كمسلمين وإنما كبشر فهذا كان دايدا المملكة وستستمر عليه سمو الأمير اسمح لي أن أرجع معك شوي للملف الأفغاني للإصدار إصدار الملف الأفغاني طوال الأربعين سنة الماضي كان في حرب متصلة بلا توقف في أفغانستان هل بنيت أي تصور لوصول الأمور إلى ما وصلت إليه حاليا لأن تسقط أفغانستان في هذه الحالة بعد أربعين سنة والله يعني الاستنتاجات عن أمر أفغانستان في أغلبها استنتاجات محزنة وأكثر شيء مؤلم فيها طبعا هو معاناة الشعب الأفغاني فمنذ الغزو السوفيتي هذا الشعب لم يرى فترة استراحة ولو كانت بسيطة وإنما من حرب إلى حرب ومن قتل إلى قتل ومن تدمير إلى تدمير إن كان على أياد السوفييت أو على أياد الجماعات الإرهابية أو على أياد الأمريكان وحلف النيتو وغيرها من التدخلات العسكرية فما استنتجت أنا في الحقيقة أنه هذه جريمة يجب أن العالم كله يجتمع لتصفية تبعاتها في أفغانستان وحق للشعب الأفغاني علينا كلنا أننا نسعى لإيجاد هذا الحل وإيقاف الدمار والقتل في أفغانستان استنتاج آخر هو أنه ما يأتي من الخارج من ناحية الغزو العسكري لفرض سلوك أو سلوب معين إن كان في الحكم أو في المجتمع أو إلى غيره لا ينجح رأينا الاتحاد السوفيتي حاول أن يفرض على أفغانستان أن تصبح دولة شيوعية ولم ينجح في ذلك والآن رأينا أن الدول الغربية التي شكلت ما تبع الغزو الأمريكي في ذلك الحين من حكومة ومن تجمعات في المجتمع الأفغاني وطرق لتسوية الأمور هناك أيضا لم تنجح فمطلوب مننا أن نضمن سلامة أفغانستان ويكون الأمر للشعب الأفغاني ليقرر مصيره بنفسه بدون تدخلات من الخارج طيب سمو الأمير اسمح لي سنتوقف مع فاصل قصير نتابع بعده هذه الحلقة الخاصة من البعد الآخر أهلا بكم معنا من جديد وأعود لأرحب بضيفي في هذه الحلقة من البعد الآخر سمو الأمير توركل فيصل أهلا بك معنا من جديد سمو الأمير وأسمح لي أن نتابع في الملف الأفغاني هو صدور الملف الأفغاني الكتاب مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان هل كان التوقيت مقصودا؟ أبداً يعني في قصة يمكن أن أرويها لك بعد ما تعينت سفير في المملكة المتحدة في عام 2003 وكان هذا طبعاً تبع أحداث 11 سبتمبر وما نشر من اتهامات وأغلاط عن المملكة وتأييدها للطالبان أو لبلاد أو أنه مؤامرة سعودية وإلى آخره من المرحوم الملك عبد الله الله يرحمه ويسكن الجنة أني أكتب كتاب عن علاقة المملكة بأفغانستان وبالطالبان فوافق الله يرحمه وأمر بتسهيل مهمتي من قبل الأجهزة الحكومية فشرعت في ذلك بالتعاون وطبعاً كان الهدف من الكتاب هو التواصل مع القارئ الأجنبي أكثر من القارئ العربية وقارئ السعودي فقررت أن أكتب الكتاب باللغة الإنجليزية وتعاونت مع مؤرخ بريطاني له معرفة بمنطقتنا اسمه مايكل فيلد وكان أصدر كتب عن منطقتنا وعن شخصيات في المنطقة عندنا فجزاها الله خير يعني اجتمعنا وصرت أرويل ما لدي من معلومات وقدمت له ما جمعته من وثائق وإلى آخره وتولى هو يعني متابعة بعض الأمور في البلدان المختلفة ذهب إلى أفغانستان وباكستان وروسيا وامريكا لجمع الوثائق وإلى آخره وانتهينا من كتابة الكتاب بنسخة نهائية إذا كان صح التعبير في عام 2007 ومعث لي هذه النسخة بالبريد الإلكتروني في حينها كنت توي انتهيت من عملي في الحكومة وتقاعت وبدأت نشاطي في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ولسبب أو لآخر يعني لا أستطيع أن أفسر اليوم بقي هذا الكتاب على الحاسوب في أمامي إلى عام 2018 عندما بدأت الحاديث عن ذكرى 40 سنة للغزو السوفيتي لأفغانستان فأنزلت الكتاب من حاسوبي وقرأته مرة ثانية وقلت لابد أنه يعني أنشره بمناسبة مرور 40 عام وبدأت أبحث طبعا عن السيد مايكل فيلد خشة منه قد أصابوا شيء ولا أمر ما فالحمد لله يعني وجدته بصحة جيدة وعاودنا الاتصال مع بعض وجددنا بعض المعلومات التي طبعا خلال الفترة من 2007 إلى 2018 يعني أمور جرت في أفغانستان كان لابد من العودة إليها وذكرها في الكتاب وصادف أنه قدمنا الكتاب لدور النشر في عام 2020 الغربية في أمريكا وفي بريطانيا وأكثر من 23 دار نشر رفضت نشر الكتاب إلا دار وحده اللي هي أنشرت الكتاب في الأخير طبعا هذا لم يأخذ في الحسبان مطلقا أن صدور الكتاب في شهر سبتمبر من العام هذا سيكون هو في نفس الشهر اللي انسحبت في أمريكا من أفغانستان ولكن هذه من الصدف ربما التي ستزيد في اهتمام الناس بالكتاب طب بالنسبة للملف العراقي سمو الأمير هل يتشابه بأي شكل من الأشكال مع الحالة الأفغانية في الإنهاك من حالة الحرب المستمرة ولا ظروف العراق والدعم العربي يجعلوا أكثر قدرة على القيام من جديد خاصة بعد الانتخابات العراقية الأخيرة وبالذات أسألك هذا السؤال سمو الأمير لأنك بتركز دائما على التحذير من مسألة الفراغ الاستراتيجي الذي يمكن أن يملأ بقوى خارجية في منطقتنا الآن تحديدا إيراني نضبوط وللأسف خلفية الأوضاع في العراق تعود إلى غزو العراق للكويت وقبل ذلك الحرب العراقية الإيرانية وللأسف أن تلك السنوات مضت على شعب العراق الذي عانى ما عانى من تدمير ومن حروب ومن حظر دولي بعد غزو العراق للكويت الذي أدى لتداعي المجتمع الإيراني وتبع ذلك طبعا الغزو الأمريكي الذي على ما يقوله شكله بالدنيا على رأسها في العراق بإلغاء كافة المكونات الحكومية في العراق من أمن وجيش وحكومة وغيرها وزارات وغيرها وإعادة تشكيلها بطريقة أنا أعتقد أنها كانت طريقة خاطئة أنا أذكر أنه أثناء الغزو الأمريكي للعراق أنا كنت سفير في بريطانيا وكنا نجتمع مع المسؤولين البريطانيين بين حين وآخر فكن دائما أنبههم إلى أنه عندما يأتي وقت إعادة بناء المجتمع والحكومة العراقية أن لا يؤخذ بمبدأ المذهبية أو العرقية كأساس للتكوين هذا الكيان الجديد بل يؤخذ بمبدأ الكفاءة ونبتعد عن ما سمي في ذلك الحين بالحل اللبناني الذي هو بني على أسس مذهبية كما تعرفين ياخد منتها صحيح فللأسف لم يؤخذ بهذا الرأي بل كرسوا في الحقيقة أن يكون المنطلق لإنشاء دولة في العراق هو الانتماء للمذهب ونشاهد الآن تبعات هذا الأمر من خلافات ومن تداعيات في الأوضاع في العراق فلا شك أن نتواصل المملكة الآن مع العراق القوي واللي الحمد لله يعني نمى وترعرع وأصبح ملموس يعني نشاهده في عهد الملك سلمان الله يسلمه وسموه لي عهده هو المطلوب مننا ليس فقط في المملكة ولكن من كافة الدول العربية لأن العراق يعني جزء مننا ونحن جزء منه فلا يمكن أن يترك العراق لقمة سائغة للإيرانيين من رغم من أنهم استغلوا هم الغزو الأمريكي للدفع بنفوذهم هناك ولكن شاهدنا الحمد لله من الشعب العراقي الأبي أن نرافض هذا التدخل الإيراني فلو تذكر ياخد منتهم منذ أن قامت المظاهرات في العراق من أكثر من ثلاثة سنين والتي انطلقت من البصرة اللي غالبية سكانها من الشيعة الأخوان الشيعة كان مطلب المتظاهرين بكل صراحة هو إيران بره بره واستمر هذا النداء في كافة المظاهرات التي حصلت من البصرة وشمالا إلى شمال العراق إلى الموصل فهذا أمر الذي يجب أن يعوه الإيرانيين أنهم يتدخلهم هذا الفضل والغير مقبول أن الشعب العراقي لا يريدهم هناك فيجب أن يسحبوا أنفسهم من هذا التدخل الغير مقبول الميليشيات الإيرانية الحية في العراق كما في لبنان كما في سوريا واليمن أيضا دائما ما نناقش عن طريقة ما لمواجهتها لكن دعني أخصص الملف اللبناني قليلا معك سمو الأمير في تشابه بينه ومين ما يحصل في العراق في وجود لإيران كبير في لبنان ما الذي يمكن أن نقرأه بعيني الأمير ترك الفيصل تجاه ما يحدث في لبنان الآن والله أمر مؤسف في الحقيقة ما يحصل للبنان وأيضا كما في العراق وكما في أفغانستان الذي يدفع ثمن ذلك هو الشعب اللبناني الشعب اللبناني يعني كافة مكوناته ومن ضمنها الإخوة الشيعة في لبنان ليسوا كلهم راغبين بسيطرة حزب الله على لبنان كما هو حاصل اليوم لكن كيف إيجاد حل في ذلك والله لو عندي وصفة أقدر أوصفها لكي أو للأخوان في لبنان لما أتأخرت عن تقديمها ولكن ما أستطيع أن أقوله أن هذا راجع للشعب اللبناني نفسه وأعتقد أنه في الهبة اللي قامت في لبنان قبل الجائحة جائحة الكورونا ضد الأوضاع في لبنان وسيطرة حزب الله كان الدليل على أنه الشعب اللبناني بكافة مكوناته يرفض الوضع القائم هناك ويريد أن يصلح الأوضاع وينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهذا الذي أستطيع أن أقوله اليوم طيب سمو الأمير بدأنا الحديث في المقدمة عن الثينك تانكس العربية اسمح لي أن أنهي معك بنفس الموضوع هل ترى أننا في عالمنا العربي نولي البحث لستراتيجي أهمية كافية؟ وأنا أسألك السؤال باعتبارك رئيس مركز الملك فيصل للبحث والدراسات الإسلامية وطبعا هو واحد من أهم مراكز البحث العربية والله أنا شايف تطور إيجابي جدا في هذا الأمر ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في دول أخرى إن كان في دول مجلس التعاون أو حتى في دول شمال أفريقيا وفي الأردن في مصر وغيرها من الأماكن فيبدو أن هناك وعي عند الشعوب العربية بصفة عامة لضرورة إيجاد مثل هذه المراكز والحمد لله نجد أيضا أن الحكومات تشجع هذا الأمر في المملكة العربية السعودية اليوم يعني على ما أحصيت أنا شخصيا يعني فيه أكثر من عشرين مركز للدراسات الاستراتيجية في مختلف التخصصات وليس مجرد في الأمور السياسية إن كان فيه أمور المجتمع إن كان فيه أمور الدين إن كان فيه أمور الاقتصاد إن كان فيه أمور التجارة كلها يعني أصبح هناك يعني تطور مهم لإيجاد مراكز وأماكن للتخصص في البحوث وإجراءها وليس فقط اكتفاء بالباحثين السعوديين وإنما كما يعمل مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية فنحن ندعو باحثين من خارج المملكة من كافة الدول العالم أن يأتوا ويجروا بحوثهم عندنا ونوفر لهم المكان والإمكانيات الإدارية وغيرها لتسهيل بحوثهم فهذا أمر أعتقد إيجابي جدا الحمد لله ويبشر بالخير يعني من سير على الطريق الصحيح ألف شكر لك سمو الأمير على مشاركتك معنا هذه الحلقة من البعد الآخر شكرا جزيلا وأنا شاكر لك يا أخد منتهى شكرا 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 إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية فودكاست إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا